السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بنتكلم عن الـ Command Data Environment الناس بتسترد بشكل تلقائي ان احنا بنتكلم على منتج معين. وكلام ده بش صحيح. دي تكنية ممكن اي برنامج يعملها او اي شركة تعملها. بلاد فورم بيتحط بحيث ان احنا ننظم الملفات بتاعتنا. والصحية ان فيه حاجة كثيرة جدا بش حاجة واحدة لكن يعني زي بتقول اي اعلان كده ما تقولش حاجة ساعة اقول لكم تقولها. يعني هو المقصود دي المنتج فلاني. زي انا مكلم عن البيم يقولك البيم ريفت لا ده البيم فيه برامة كثيرة جدا. فلزلك حبينا ان نشوف المقارنة ديت. المقارنة دي عاملها مهندس اسمه سيدة ماد. دي لقيتها على لينكت ان. بيقولك ان فيه تطبيقات كثيرة جدا بتشغل على انها كمان داتا انفيرومنت. والبيم مش الريفت بس. لا ده فيه حاجة كثيرة جدا. وفيه حاجة كثيرة جدا بتشغل اونلاين. فيه حاجة كثيرة امكانياتها قوية. فيه حاجات تانية بتسمح لك ان انت تشغل على حاجات غير الريفت. فيه حاجات بتشغل بامتداجة مختلفة كثيرة جدا. وده اللي احنا لازم ان احنا نفهمه. لان لو انت مقتنع ان مفيش غير ده وملوش بديل. فانت هتصف لأي مبلغ. انما انت عارف ان فيه بدايل ممكن يكون سعرها اقل. فانت حسب البدجت تحتك وحسب المشروع. تقدر ان انت تختار من البدايل. يعني ممكن يكون مشروع. اه فيه فايد في الفلوس فممكن نشتغل حاجة غالية. ممكن لا المشروع ده نشوف بديل يكون رخيص. وجودته كويسة. تمام. وده الامتدادات الصفت وير مثلا. تقدر تعمل امبورت الايه وتعمل اكس بورت الايه البرامج اللي تشغل بها. يعني هتلاقي مثلا حاجات خاصة به الاركيكاد حاجات خاصة به الريفت حاجات خاصة بتتكلم على اكونيكس. فيها حاجات بتشغل بيو اس بيم. ويو اس بيم من الحاجات اللي الاسعار بتاعتها معقولة اسعارها رخيصة. وتلاحك هتفي بعض المزايا بش موجودة بين 365. تمام؟ لما تعمل المقارنات كده بتلاقي في حاجات موجودة مثلا ان اتدار تعمل موجودة في موجودة في موجودة في موجودة في موجودة في موجودة في وهكذا. بتلاقي ان الشرط يكون حاجة متوفرة فيها كل المزايا. لا ده في حاجات بيقى فيها هنا اقوى وهنا اضعف ودي فيها مزايا ودي فيها عيوب ودي فيها امكانات كويسة ودي فيها اضفات. فلازم يكونوا عارفين ان فيه بدل تاني كتيرا. يعني مكسوفة اوفيس كويس لكن انا متدور بتلاقي لي بدل كتيرا. انا شخصيا شاري مكسوفة اوفيس يعني مش المشكلة في الفلوس لكن انا بسنظم حاجات تانية بديلة بالنسبة لي افضل زي مثلا جوجل كومنتس بالنسبة لي افضل بكتير لان انا لا قدر افتحهم من اي مكان واسهد بالنسبة لي في التعامل. لو ان انا شاري بين اوفيس وقت وستين يعني بشكلة بشكلة بش في الفلوس لكن في التعود او في المزايا اللي مدهالي ان انا بسطة ببعض البرامج اللي تعاودت عليها وكذا. تمام؟ يوجد حاجات كتيرا بتقدر انت تعمل الكنكشن مع تطبيقات اونلاين. في حاجات بتعمل الانتاجرية جانبية ان تقدر تشوف الحاجات اونلاين 3d v-over بش متاجنة برنامج من خلال متصفح. تمام? انا حاول احطي لكم الرابط دوت لان فعلا المقارنة كانت جميلة ويسيب لكم برضو اسم البحث لفاس اللي عايز يدور ويستفاد. ولو حد جرب حاجة كويسة وسعرها رخيص يالك تكتب لنا في الكومنتات.